اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفي مطلع تلك الخطبة يمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه وهذه الخطبة رواه الكليني في باب جوامع التوحيد الحديث الأول وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته هذا المقطع يدل على أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية لا يجوز لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف نفسه وسيأتي باب فيه أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر لأن الإنسان لا يمكنه أن يدرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ولا حقيقة صفات الله سواء صفات الذات أو صفات الفعل فكلما فكر بعقله لا يتمكن من الوصول إلى الحقيقة كما أن هذه الحقيقة لا يمكن أن يدركها بأحساسه بالحواس الخمس لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمادي والحواس الخمس تدرك الماديات كما أن قوى الإدراك الباطنية للإنسان القوى العاقلة والقوة الخيال وغيرها من القوى هذه القوى لا يمكن أن تدرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى لأن إدراك الحقائق بحاجة إلى أدوات والإنسان لا يمتلك تلك الأدوات نعم أصل وجود الراب سبحانه وتعالى وأصل تحليه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص هذه الأمور يدركها العقل أما التفاصيل لا طريقة للعقل ولقوى الإدراك الباطنية للإنسان للوصول إليها فلذلك الذين خاضوا في هذا المضمار من دون منهجية صحيحة وهي التلقي عن الواحي عن الرسل هؤلاء ظلوا وأظلوا فلذلك الإنسان إذا أراد أن يصف الله سبحانه وتعالى يجب أن يقتصر في وصفه على ما وصف به نفسه لأن الله هو عالم به بذاته نحن لا يمكننا أن نعلم حقيقة ذات الله لكن الله سبحانه وتعالى هو عالم بكل شيء وعالم بحقيقة ذاته فلذلك عندما يصف نفسه يصف نفسه بالصفات التي تم طبق مع تلك الحقيقة أو تكشف عن تلك الحقيقة بالمقدار الذي يمكن أن ندرك وإلا ذات الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن نتمكن من إدراكها بحقيقتها مقدار قليل يمكن أن ندرك بمقدار عقولنا لا أكثر من ذلك فلذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه سبحان هذه كلمة بمعنى التنزيح يعني أسبحه سبحانا مفعول مطلق ثم حذف الفعل وأضيف المفعول المطلق إلى الضمير فصار سبحانه أو أضيف إلى الإسم الظاهر يقال سبحان الله وإلا الكلمة في الأساس حسب ما يقول النحات هي أسبح الله سبحانا يعني أنزهه تنزيحا هل يمكنني أن أصف الله سبحانه وتعالى من عنديات نفسي كلا الله منزه عن ذلك لأنه أعلى وأجل سبحانه هو كما وصف نفسه لأن الله عالم بذاته فلذلك يعلم الحاذه الحقيقة فاختار أسماء لنفسه كما مر سابقا وعلمنا تلك الأسماء عبر أنبيائه لكي ندعوه بتلك الأسماء ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها والواصفون لا يبلغون نعته لا يتمكنون أن يصفوا الرب سبحانه وتعالى بصفاته الحقيقية إلا بالمقدار الذي تلقوه عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يحيطون به علم لا يمكن لأحد أن يحيط بالله من جهة العلم لماذا لا يمكن لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بحقيقته بل هو الذي يصف نفسه ويعلمنا أوصافه وأسماءه الحسنة لماذا لا نتمكن من ذلك لأننا لا نمتلك أداة المعرفة الحقيقية لذات الله سبحانه وتعالى لماذا نحن لا نمتلك أداة المعرفة في هذا الجانب لأن الله غير محدود ونحن محدودون الله ليس بجسم مادي ونحن أجسام مادية ومن المستحيل عقلا أن يحيط المحدود باللا محدود وأن يدرك المحدود اللا محدود هذا عقلا مستحيل وربنا مثالا في تقريب الفكرة في الحلقات الماضية إناء يستوعب نصف لتر من الماء هل يمكنك أن تفرغ فيه ماء البحر كلا الطفل الصغير الذي عمره سنة هل يمكن أن تعلمه المعادلات الرياضية الفيزيائية الطبية كلا لماذا لأنه ليست له قابلية لإدراكها أنت أقصى حد تأتي أمام هذا الطفل بكتاب الرياضيات وتقول هذا كتاب الرياضيات فالطفل يكرر هذه الكلمة كلما رأى الكتاب يقول هذا كتاب الرياضيات تعتي به إليه بكتاب الطب تعلمه هذا كتاب الطب لكن حقيقة هذه المسائل الموجودة في هذا الكتاب ما هي لا يتمكن أن يدركها لماذا؟ لأنه ليست له قابلية طبعا العلوم التي تدرس في الجامعات هذه علوم يمكن للإنسان أن يصل إليها ولذلك طلبة الجامعة وأسادة الجامعة يدرسون ويدرسون هذه العلوم هذا الطفل أيضا بمرور الزمان يكبر يدرس من الصف الأول الابتدائي إلى أن يصل إلى تلك المرحلة ويدرك لأن هذه العلوم أيضا محدودة لكن هو طفل لا يمكن إلا بمقدار ظاهر مقدار اسم الله سبحانه وتعالى لا محدود ونحن محدودون كلما تطورنا كلما ازدادت معلوماتنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كلما تزداد المعلومات الإنسان لا يمكن أن يخرج من الحدود لأنه هو جسم مادي عقله محدود كلما سار خياله سيرا كثيرا لكنه يبقى محدودا محصورا بنفس الإنسان فلذلك إحنا لما نمثل مثال الطفل وطالب الجامعة مع أن كليهما محدودان لأنهم محدودين لكن هذا الطفل لا يمكن أن يدرك لأنه ليس له أدوات المعرفة للكتاب الذي يدرسه طلبة الجامعة هذا الطفل ما إلى أدوات المعرفة ولا يمكن ويستحيل أن يمتلك تلك الأدوات وهو الطفل بحاجة إلى أن شوية حدودة تتوسع بمرور الزمان عقله يتوسع علمه يكثر إلى أن يوصل إلى مرحلة يستوعب هذه الكتب لكن بالنسبة للإنسان كلما الإنسان سمى وترقى يبقى محدودا والله سبحانه وتعالى هو اللامحدود إحنا ضربنا هذا المثال الطفل وطالب الجامعة حتى يتبين لماذا نحن يستحيل أن ندرك حقيقة ذات الله والصفات التي علمنا الله إياها نحن نقتصر بهذه الصفات هذه الصفات علمنا الله إياها فنحن ندعوه بهذه الصفات وبهذه الأسماء مثل ما أنت تعلم الطفل اللي عمره سنة أو سنتيا أن هذا الكتاب اسمه الرياضيات هذا الكتاب اسمه العلوم أنت تعرف حقيقة هذا الكتاب تسمي هذا الكتاب باسم وتعلمه إليه أما هو أنت جيب لكتب أمامه خلي خليها أسامي هذا كل ما يفكر هذا الطفل وإذا خلى لها ألفاظ أو أسامي هي لا تكون تكشف عن الحقيقة شيئا إطلاقا لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه هو منزه أن أنت تقدر تصفه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته لا يتمكنون من الوصول إلى حقيقة صفاته أبدا لماذا هذا المقطع الآخر من كلام الإمام ولو هو عطف وكأنه استناف ولكنه في الحقيقة عل الإمام يقول وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء محدودة لأن الممكن لا قابلية له لأن يكون غير محدود غير المحدود هو الرب سبحانه وتعالى أما الممكنات لا قابلية لها إلا أن يكون وجودها محدود حتى ذكرنا هذه السماوات العظيمة هذا الفضاء الراحب مليارات السنوات الضوئية قد تكون بعض النجوم فاصلتها ومسافتها وبعدها عنا لكن بالنتجة يبقى محدودا صحيح بالنسبة إلنا هذا نتصور أنه عظيم جدا لكن العلم يثبت أنه هذه أمور محدودة ولو هذه الحدود جدا حدود عظيمة الممكنات المخلوقات هذه حينما تخلق لها حدود يعبر عن ذلك علماء الكلام بالماهية الماهية هي حدود الوجود مناء على أصالة الوجود الماهية حدود الوجود كل وجود إلى حدود خاصة هذه الحدود الخاصة تشكل ما هي ذلك الموجود الممكن وحقيقة ذلك الموجود الممكن فإذن الأشياء محدودة والله سبحانه وتعالى لا محدود لذلك ليس كمثله شيء لذلك اختلف عن الأشياء في كل شيء وعاقبة ونتيجة كونها محدودة أنها تختلف عن الله سبحانه وتعالى فالذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى حل في جسم عيسى مثلا أو أنه صور نفسه بصورة عيسى ونزل إلى الأرض فإنما هذا الكلام إضافة إلى بطلانة من جهات مختلفة هذه الجهة أيضا تبطل هذا الكلام أنه هذا تحديد للرب سبحانه وتعالى والتحديد بالنسبة له محال لأنه إذا صار محدود راح تجي في صفة الممكنات راح يكون شبيه للممكنات وليس كمثله شيء كما في الآية الشريفة وحد الأشياء يعني خلقها محدودة لا بمعنى أنه خلقها ثم حدها خلقها محدودة الماء الذي خلقه كان محدود النور الذي نسبه إلى عظمته ثم خلق من ذلك النور أرواح الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا النور على عظمته لكن أمام الله سبحانه وتعالى هو محدود والله سبحانه وتعالى هو اللامحدود وحد الأشياء كلها عند خلقه يعني عند خلقه إياها يعني عندما خلقها وعاقبة ونتيجة كونها محدودة أنها تختلف عن الله سبحانه وتعالى إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها هذه إبانة مفعول مطلق أو منصوب بنزع الخافض يعني لإبانة لها وهذه اللام لام العاقبة يعني النتيجة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا يعني عندما موسى كان في التابوت في الماء وهذا الماء جرى إلى أن دخل في قصر فرعون وآل فرعون أخذوا هذا الصندوق واستخرجوا موسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسائيا فعناء نتخذه ولدا كما في القرآن الشريف عندما أخذوه هل أخذوه ليكون لهم عدوا يعني بهذا الغرض أخذوه كلا وإنما أخذوه قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا غرضهم كان من الانتفاع به أو اتخاذ ولد لكن العاقب والنتيجة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنة النتيجة أن موسى بقي وهم عادوه لأنه أنكروا حقه وهو عاداهم لأنهم استمروا على الكفر وصار سببا للحزن فيهم لأنه أراد تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى والمبطلون هؤلاء دائما ينزعجون ويحزنون من تبليغ رسالات الله عز وجل فإذن عاقبة ونتيجة كونها محدودة أنها ليست شبيهة لله سبحانه وتعالى ولا الله شبيه لها هذا المقطع يكون كالتفسير لقوله تعالى ليس كمثله شيء لماذا ليس كمثله شيء؟ لأن الأشياء محدودة والله سبحانه وتعالى هو اللامحدود إذا كان الله سبحانه وتعالى لامحدودا هل يمكن أن تحده في مكان أو تحده في زمان كلا الله سبحانه وتعالى هو المحيط بالزمان والمحيط بالمكان ولذلك الذين يزعمون الحلول أن الله سبحانه وتعالى حل في أجساد أصنام كما كان يزعم بعض الوثنيين أو حل في أشجار أو حل في أجسام ناس هذا الزعم الكفري هو عقلا باطل لماذا؟ لأنه هذا حد لللامحدود وحده اللامحدود هذا غير معقول لأنه فيه تناقض كيف هو لامحدود وأنت تريد أن تحده في مكان أو في زمان لذا الإمام يقول لم يحلل فيها يعني في المخلوقات فيقال هو فيها كائن ولذلك الذين يزعمون أن الله جالس جلوس حقيقي على العرش ويحرفون المعنى في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى هذه الآية المتشابهة يفسرونها تفسيرا بتفسير الذين في قلوبهم زيغ والذين يتبعون المتشابه وقد بينا سابقا معنى الآية الرحمن على العرش استوى يعني الله سبحانه وتعالى سيطر على هذا العالم بأسره وليس بمعنى الجلوس الحقيقي على الكرسي مثلا أو على العرش الذي يزعم أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش جلوسا حقيقيا ويحرف معنى الآية الشريفة نسأله العرش مخلوق لو غير مخلوق الجواب طبعا العرش مخلوق الآية الشريفة تقول خالقوا كل شيء الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فالعرش مخلوق فكيف هذا المخلوق أحاط بالخالق مع أن الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء وكان الله بكل شيء محيطا كما في سورة النساء الآية 126 الله هو الذي أحاط بكل شيء فكيف تزعم أن العرش أحاط بالله تخالف هذه الآية المحكمة أو الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ينزل من العرش إلى السماء الدنيا في ليالي الجمعة أو في الثلث الأخير من الليل ولهم في ذلك روايات اللي هي روايات إما موضوعة وعلى فرض أنها ليست بموضوعة بحاجة إلى تأويل لأنها تخالف القرآن إذا أخذنا بظاهرها يزعمون أن الله ينزل في كل ليلة جمعة أو في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الأولى نسأل السماء الأولى مخلوق أو ليست بمخلوق طبعا السماء الأولى مخلوق لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام فحينما هو في السماء الأولى السماء الأولى تحيط به فكيف المخلوق أحاط بالخالق والآية تقول وكان الله بكل شيء محيطة تستشكل هذا الإشكال يتورطون فالآن أكل بعض منهم يجي ابتدع كلام اللي هو في ظاهره قد يكون كلام جميل لكن هو كلام سخيف جدا مخالف للعقل يعني العقل ينكر هذا الكلام قالوا إن الله كما هو في الوقت اللي جالس على العرش وفي الوقت نفسه يكون نازل في السماء الأولى كيف يكون أنه جالس في مكان وهو في الوقت نفسه في مكان آخر هذا خلاف العقل هذا تناقض ليس هذا أمر فوق العقل تقول عقلنا ما يدرك هذا الأمر لا العقل يدرك بطلان هذا الكلام فإذن الإمام يقول لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن هذا كلا هذا منفي الله سبحانه وتعالى ليس كائن في أي شيء ولم ينأ عنها فيقال هو عنها بائن علم الله وقدرة الله محيطة بالأشياء هذه المسألة نذكرها وسيأتي تفصيلها أيضا في المستقبل هو أنه الله سبحانه وتعالى ليس مكاني يعني ليس في مكان لأن المكان مخلوق وإذا لم يكن في مكان لأنه خالق المكان لا يصح أن نقول أن الله داخل في الأشياء أو خارج عن الأشياء لأن الدخول أو الخروج في الأشياء معنى الانتقال المكاني إذا قلت دخل في الشيء أو خرج من الشيء يعني انتقل من مكان إلى مكان وهذا الأمر في الأشياء التي هي مادية وهي في المكان هذا الأمر ممكن نقول هذا الشخص دخل في الغرفة وخرج من الغرفة لأنه انتقل من مكان إلى مكان أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى تقول دخل في الأشياء أو خرج من الأشياء هذا يستلزم الانتقال والدخول والخروج في المكان والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من ذلك لأنه خالق المكان فهو محيط بالمكان لا أنه يدخل في المكان ويخرج من المكان أو حسب ما يقوله علماء المنطق نحن عندنا شيء يقال له عدم الملكة عدم الملكة هذا إصطلاح نضرب له مثال بسيط حتى تتضح الفكرة أنت هل يجوز أو هل يصح لغتا أن تقول للجدار أعمى الجدار أعمى لا الجدار بصير لا لماذا؟ لأن البصر والعمى يحتاج إلى محل قابل تقول هذا الإنسان بصير هذا الإنسان ليس ببصير أعمى صحيح لأن الإنسان قابل للعمى وللبصر أما الجدار ليس قابلا للعمى ولا للبصر فتقول الجدار بصير أو الجدار أعمى هذا غلط هذا هذا يعبر عنه بعدم الملكة في المحل القابل الشيء إذا موجود مثل البصر في الإنسان هذه تسمى الملكة حسب هذا الإصطلاح وعدم هذه الملكة كالعمى في المكان القابل يسمى عدم الملكة زين الدخول في المكان والخروج من المكان هذا يحتاج إلى شيء محدود ممكن يحيط به المكان فيدخل في مكان ويخرج من مكان فبهذا المعنى لا يصح أن نقول إن الله سبحانه وتعالى داخل في العالم أو خارج عن العالم لأن هذا الدخول في العالم والخروج عن العالم هذا معنى الدخول في المكان والخروج في المكان نعم إذا تقول إن الله خارج عن الأشياء بمعنى أنه ليس حالا فيها وبمعنى أن علمه وقدرته محيطة بالأشياء بهذا المعنى صحيح نعم الله سبحانه وتعالى ليس حالا في الأشياء خارج مو بمعنى الخروج المكاني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في الأشياء ليس حالا في جسد بشر ليس حالا في مكان وإنما علمه وقدرته أحاطت بالأشياء وفي آية شريفة الله سبحانه وتعالى يقول أحاط بكل شيء علما إحاطة الله علمية لا يخرج شيء عن علم الله سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم معهم هذه المعية بأي معنى يعني معية مكانية يعني إذا جم واحد قاعدين ويتناقشون في موضوع يتكلمون سرا أو خفية يعني الله سبحانه وتعالى مكانا جالس معهم كلا وإنما بمعنى أن علم الله محيط بهم وهم غير خارجين عن قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته قد أحاطت بهم لذا الإمام عليه السلام يقول ولم ينأ عنها يعني الله ليس بعيدا عن الأشياء ليس المراد ليس بعيدا بالبعد المكاني كلا يعني المراد أن علم الله سبحانه وتعالى وقدرته أحاطت بالأشياء ولم ينأ عنها في آية أخرى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا حبل الوريد العرق الأساسي في رقبة الإنسان الشريان هذا حبل الوريد هذا قريب للإنسان جدا بحيث أنه إذا انقطع الإنسان يموت الله يقول ونحن أقرب إليه أقرب إليه يعني حللنا في جسم هذا الإنسان كلا وإنما بمعنى أننا نعلم بكل خصوصياته وكل ذرة من وجوده تحت قدرتنا وتحت تدبيرنا وتحت إرادتنا ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن هو فيها كائن مستحيل هو منها بائن مستحيل لماذا؟ لأن الدخول في الشيء مكانا والخروج عن الشيء مكانا هذه صفة الممكنات والله سبحانه وتعالى ليس بممكن ولا هو داخل في المكان أو خارج عن المكان لأنه خالق للمكان ويستحيل أن يكون المكان الله سبحانه وتعالى المكان يحيط بالله سبحانه وتعالى كما بينا ولم يخل منها يعني مكان علم الله لا يكون فيه هذا مستحيل مكان خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى هذا مستحيل لذا ولم يخل منها فيقال له أين؟ بعض الشيوعين كانوا يقولون أين الله؟ هكذا يتصور يتصور أن الله سبحانه وتعالى كالأجسام فأينه؟ ليش ما نشوفه؟ مثلا لأننا لم نرىه هكذا يزعمون فهو ليس بموجود زين أنت كل شيء ما تشوفه يعني ما موجود أنت لك علم نحن لا نرى علمك لك عقل لا نرى عقلك لك روح لا نرى روحك لك نفس لا نرى نفسك لك صفات في قلبك لا نرى تلك الصفات هذه ليست موجودة يعني لا يقال لله أين لأن الأين سؤال عن المكان أنت عندك واحد من أصدقائك تسأل وين يعني في أي مكان لأنه هو حال في مكان وهناك أمكنه وخالي عنها أنت لا تدري مكانه تسأل عن المكان الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا هو خالق المكان فالمكان لا يحيط به وليس المكان أكبر من الله حتى يكون في مكان ولا يكون في مكان آخر حتى تسأل أين وهؤلاء الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة هذا السوء فهم لآيات القرآن الكريمة وكما ذكرنا التمسك بالمتشابه وترك المحكم وعدم الرجوع في تفسير المتشابه إلى الراسخين في العلم ولم يخل منها فيقال له أين زين فما هي نسبة الله سبحانه وتعالى للأشياء هو ليس داخل في الأشياء وليس بعيد عن الأشياء ولم يخل عن الأشياء بعلمه وقدرته فش النسبة الله فما هي نسبة الله سبحانه وتعالى إلى الأشياء الجواب لكنه سبحانه أحاطت بها علمه علم الله أحاط بالأشياء وأتقنها صنعه هذه أحاطة القدرة الإتقان هو صنع الشيء من غير خلل فيه وبصورة كاملة كقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء الله سبحانه وتعالى أتقنها صنعه صنع الله أتقن الأشياء يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى وعلم الله أحاط بالأشياء وأحصاها حفظه الله سبحانه وتعالى يحصي الأشياء كما قال أحصاه الله ونسوه كما في سورة المجادلة ويقول وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد فجميع الأشياء فجميع الأشياء في علم الله سبحانه وتعالى أحاط بها علمه ولم تخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى ولهذا الكلام صلى الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يستمر في تمجيد الله سبحانه وتعالى وتنزيه إن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل هذه الخطبة الشريفة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين اشتركوا في القناة